اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد انتشر في كثير من بيوت المسلمين والذي شرحه هذا الاخ في سؤاله يبدو انه ما يعرف بالمصطلح يعني الدولي بقضية الدروب شوبينج يعني هو ان هذا العميل يبيع سلعة لا يملكها وانما هي سلعة صاحبي المحل او المعرض الاصلي وصورتها كما فهمت من السؤال ومن خلال تتبعي لهذه يعني المعاملات انه تكون بعض السلع معروضة في بعض المحلات والمواقع الالكترونية الكبرى مثلا يعني من اشهر المواقع الان مثلا موقع امازون ولا الى اكسبرس مثلا كتكون مضعفهم واحدة سلعة معينة اما تكون يعني هاتف يعني الذكي واما آلات يعني منزلية واما يعني البسة يعني الرجال او النساء او غيرها يعني امور كثيرة ومتعددة على حد لها ولا حسب فكيجيبوا السلعة وكيوضعوا صور لها كيوضعوا الصور ديالها يعني ربما صورة او ثلاثة او اربعة الى كانت الامر يعني تستوجب ان تصور من جميع الزوايا فانهم يضعون تلك الصور ثم يضعون المواصفة مثلا انه كان هاتف ذكي كيقولوا بانه الساعة دياله كذا الصرعة دياله كذا يعني اش حال كيكون فيه الشاشة دياله وكيعطوا واحدة تدقيق على حساب كذا الموضل دياله وقتاش يخرج وكذا ثم يضعون بعد ذلك ثمنه وطبعا الثمن الذي يكون في تلك المتاجر الاصلية التي تملك تلك السلع يكون يعني محددا وهذا الذي يدخل وهذا هو السؤال الان كيجي واحد وكيدخل هذا المحل ويأخذ صور تلك السلع ويأخذ توصيفها ثم يفتح متجرا بمقابل كيجي لبعض المواقع بعض المواقع اللي كتعطي يعني العملاء الفرصة باش ينشؤوا مواقع ويدروا فيها متاجر خاصة بهم كييدر مثلا كنجي هنا كندر واحدة المتجر خاص بيا كنفتحه افتراضي بمقابل ودي مقابلا ثم كنجيب هذه الصورة مع ذك الوصف ديال ديك السلع المعينة وكنوضعه عندي هنا في المتجر ديالي فكلما جاء زبون وتعرف على تلك السلع في المتجر الذي أنشأته في تلك المواقع المعدة لذلك ثم طلب تلك السلع فأنا كنأخذ هذه الكوموند دياله واش كندير كنحولها للموقع الأصلي الذي يمتلك السلع فإنه توافق يعني الطرفان فإنه يعني يعني يزودوا بالسلع يرسلوا إليه السلع عبر شركات يعني التسليم التي تكون موزعة يعني في العالم كله حسب طبعا هذه المواقع واتساعها وتمددها الجغرافي ثم يعني أنا فاش كنوضع هذه في المتجر ديالي طبعا أضع يعني نسبة زائدة مثلا هذه حطنا مثلا 100 دولار أنا كندير لها مثلا 120 دولار وأعتبر ذلك يعني من الجملة الأتعاب التي يعني أتحصلها من خلال هذه العملية التجارية التي يعني في الحقيقة انتشرت انتشارة كبيرة طيب السؤال ما حكم هذه المعامة لاش كأن هذه المعاملة تضمنت يعني مخالفة شرعية وأعظمها هي أن هذا الوسيط يبيع ما لا يملك يبيع ما لا يملك وقد جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما لا تملك طبعا هذا الجواب قد لا يعجب أكثر الذين يتعاملون بهذه التجارة الإلكترونية وربما تنهال علي وعلى أمثال يعني سيل من السباب والشتائب وهذا في الحقيقة لا نبالي به بحمد الله تعالى لأننا نذكر ما ترجح لدينا من خلال معرفتنا بهذه العلوم الشرعية وبهذه المعاملات الحادثة ثم لا يدرنا شيء بعد ذلك وهنا يعني الإشارة وهذه في حقيقة معظة لمن يريد أن يتقي الله عز وجل وهو أن هذه المسائل إنما يسأل عنها أهل العلم وطلبة العلم الذين يعني يكيفون هذه المعاملات مع شرع الله عز وجل سلبا وإجابا يعني قبولا أو ردا وهذا الأمر ليس متروكا لصناع المحتوى على هذه المواقع الاجتماعية لأنه واحد الخلط كبير جدا وأنا خلال تجربتي ومشاهدتي لهؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور تجد كثيرا من الناس يتقحمون أمورا لا قبل لهم بها فكتجد واحد الإنسان يعني من المؤثرين يعني الذين لهم أتباع كثيرون لا يسأل عن الحلال والحرم وإنما يشجع على الدخول في هذه التجارة فكتجد يعني عزاف دي المقاطع فيها كيف تربحوا كذا وهي الفرصة جدتا عندك وكيف يعني تولي غانية في ظرف كذا وكيف تحددوا بعض الأمور ويغرون الناس بالدخول إلى هذا ولكن لا يرشدونهم إلى حكم وكيف ينفهم اللي كيكون فيه شي شوية دي الورع أو شبه الورع ويقول شوف أنا كانت تكلم على قضية المعاملة وكيف كيتم وكيف كيتجري ولكن قضية الحلال الحرم أنا ما كان دخول فيها طيب إذا كنت تعتقد أو يغلب على ظنك أن هذا الأمر يمكن أن يكون حراما فلما تشجع عليه ولم تبين طرائق الدخول إليه ولم تبين يعني كثرة يعني الذين يتربحون منه من باب تشجيع ومن باب يعني فتح مجالات وآفاق للشباب وهم في الحقيقة يبعيدون بعدا كبيرا عن العلم الشرعي وأيضا عن الاستقلال المادي يدلقى ذاك الشاب مثلا ما عنده علم الشرع وما عنده استقلال مادي ولا وظيفة فعني أشنو يملك يملك ذاك الهاتف ويملك واحد راس المال قليل ويقول لي رايم كلك تقول لي يعني واحد رجل غني واحد شاب يعني يمتلك كذا ويصورون يعني بعض الشباب الذين نجحوا في يعني استجلاب يعني أرباح خيالية بسبب الدخول في هذه التجارة هذا يعني أمر يعني لا يجوز الترويج له إذا كان يعتقد المسلم أن الأمر محرم وأنه كسب غير مشروع لأنه يخالف ما عليه يعني التجارة المشروعة فلله الأمر من قبل ومن بعد إما قضية التجارة الإلكترونية من حيث الأصل فهي لا تختلف عن التجارة يعني الواقعية هذا عالم افتراضي وهذا عالم واقعي فإذا كانت السلعة مثلا عندي في محل تجاري ثم عرضت صورتها من باب تنبيه بعض الزبائن الذين لا يقصدون يعني دكاني ولا يقصدون يعني محل تجارتي وأعرفهم بالعنوان وبالأوصاف وبالمقاسات مثلا إن كنت أبعث ثيابا أو أحذية أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه ولكن هذه الخصيصة وهذا يعني الأمر أن يبيع الإنسان ما لا يملك فهذا في الحقيقة من الأمور التي يعني منعت منها الشريعة فكيف والشريعة تمنع مما هو أقل من هذا فالشريعة تمنع من بيع ما لم يقبض يعني ممكن الحاجة تكون في الملك ولكن لم أقبضها بعد لم أحوزها إلى رحلي مثلا إن أتفقت مع واحد في واحد دولة مثلا أنا مثلا كانت أتعامل مع ألمانيا ولا فرنسا وطلبت منهم سلعة يعني معينة طلبت منهم واحد العدد ديال المنتجات معينة ويعطيتهم داك التمان وهما غاد يرسلوا لي هذه السلعة يعني بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد كذا فأنا نجي أنا نبيع ونشري وهذه السلعة بقي بقي ما شديتها فيحدث أن تضيع تلك السلعة أن تفسد تلك السلعة أن تتغير قيمتها فيحصل مزاع بين يعني السلع وبين الزبائل يعني ما يعني هذي سيقع من هذا ونجيب هذه السلعة وهذه ترتب عليها رسوم وترتب عليها جمارك وربما نكون أنا بعتب واحد ثمن وتزيد يعني داك ثمن وعاد نختال ونقول لا كان هذا في واحد الوقت ولكن دا ببين وصلات ومع الحالة الوبائية وكورونا وكذا وراد زال ثمن لذلك هذه الأمور فيها يعني خلاف كبير وفيها يعني المغامرة ومخاطرة كثير فالبيع الشرعي ننبغي أن يكون لسلعة هي في حوزة المالك هو الذي يتصرف فيها ويكون متمكنا من تسليمها ومن أدائها لصاحبها متى طلبها والعلم عند الله تعالى